تعالوا بقى ندخل على طول وما نضيعش وقت ونبتدي كلامنا عن كاس العالم لان فعلا يعني خلاص كلها ساعات والعالم كله هيبتدي تابع لحظة بلحظة انطلاق اكبر تجمع كرة ويفيء العالم على الاراضي القطرية النهاردة ان شاء الله هيكون ماتش الافتتاح بين قطر صاحبة الارض والتنظيم وبين الاكوادور وهي واحدة من الفرق المتأهلة من امريكا اللاتينية بس خلوني في الاول اتكلم مع حضرتكم عن امر سريع جدا وهام جدا واسعدنا كلنا كمصريين وبعد كده هنرجع مرة تانية لكاس العالم اول انبارح يوم الجمعة شوفنا كلنا منتخب مصر يعني لأي درجة قدر ان هو يحقق مكسب غالي جدا على اقوى منتخب في اوروبا منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف انا ليه بقول لحضراتكم اقوى منتخب في اوروبا لان مش هانا اللي بقول الحقيقة هي ارقامه هي اللي بتقول الكلام ده هو المنتخب صاحب اعلى تصنيف في اوروبا وصاحب التصنيف التاني على العالم بعد البرازيل منتخب عنده كتيبة مدججة بالنجوم كلهم شاركوا اول انبارح في هذا اللقاء من اول الحارس كورتوة افضل حارس مرمى في العالم حارس ريال مدريد الاسباني ومعه طبعا نجم اتليتكو مدريد كاراسكو وطبعا نجم المان سيتي كافن دي بروين ونجم الشهير ايدن هازرد يعني كتيبة يعني تقيلة جدا حقيقة وغيرهم كمان كتير يعني انت كنت بتلاعب مدرسة مختلفة جدا في كرة القدم وفوق كل ده هو مرشح فوق العادة للوصول اضعف الايمان على الاقل للمربع الدهبي في هذا المونديال حنقول يعني مكاسب المباراة لانه الحقيقة من المهم جدا اننا نستثمر هذا الفوز على منتخب حجم بلجيكا وبلاش برضو كلمة اصدو كان ماتش ودي والنوع ده من الكلام لا انت دلوقتي عبرت الى حد كبير عن شخصيتك امام الجميع وكل بقى عارف حجم واسم منتخب مصر حتى لو كنا يعني اخفقنا في التقاهل لكأس العالم طبعا بالضربات الترجيح امام منافس صعب وهو المنتخب السنغالي فانت تقدر من النهاردة تستثمر هذا الفوز الغالي على المصنف التاني عالميا في ان انت تحضر بقى بشكل جيد جدا لنهائيات كأس الامم الافريقية القادمة ان شاء الله وقابلها طبعا التقاهل من مرحلة التصفيات وتبني بقى على الجيل الحالي المميز اللي موجود عندك شفناه بيقدم كورة قدم حلوة كمان الحقيقة ان شكل التكتيكي اللي ظهر عليه المنتخب كان اكتر من ممتاز يعني شفنا محمد صلاح في مركز الصنع الالعاب ونكحت جدا الثنائية اللي كونها مع تريزي جي اللي الحقيقة عمله اكتر من فرصة لغاية ما قدر ان هو يسجل الهدف التاني اللي اتعامل من جملة فنية رائعة جدا 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 وكان فيه كمان اكتر من اسست عمله صلاح لتريزي جي وده يحسب اكيد في المقام الاول للمدرب الراجل اللي فاهم روي فيتوريا اللي ابتدى حرفيا يثبت انه مدرب على قدر المسئولية يعني كنا بنقول انه اه لسه ما دخلش اوي في اختبار حقيقي وقوي اللعب قبل كده ماتشين مع فرق يعني او متخبات اقل مننا زي ليبيريا والنيجر لكن الحقيقة قدام بلجيكا نجح وبتفوق كمان ظهور مستطى محمد بشكل مميز شكل خطورة على مرمى كورتوه اكتر من مرة وسجل هدف من اغلى اهدافه الشخصية يعني بعد ما عمل كومبري كده في كابند بروين وسجل بقوة على يمين كورتوه كان هدف عالمي الحقيقة ومباغط وحاجة جميلة جدا جدا كمان عايزين ان حي اكرم توفيق الحقيقة اللي عمل جيم هايل على نجمة اتلاتيكو مادريد كاراسكو وقفل عليه تقريبا كل مفاتيح الخطورة وعلى قدرته على انه يمر منه الحقيقة بنتكلم على واحد اللي هو كاراسكو ده واحد من النجوم اللي اعتمد عليهم المدرب ديجو سيميوني من اول ما انضم لأتلاتيكو وعمل معاه يعني حقيقة نهائيات قارية اكتر من مرة وكسب بطولة الدور يعني مديتكرم على لعب لعب عليه اعظم مدافعي العالم وعنده خبرة دولية كبيرة جدا جدا عشان كده الحقيقة كل الناس كانت مبسوطة جدا وسعيدة وفخورة باكرم توفيق خصوصا طبعا جماهيرنا جماهير النادي الاهلي وكلنا اكيد تبعنا حملات الاشادة باكرم توفيق كانت كبيرة جدا والحقيقة كلها عن جدارة وعن استحقاق اكرم توفيق من عراصر الطمقانة دايما سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب لعيب راجل ويعتمد عليه وما يتخافش علينا طول ما هو موجود برضو فيه الدفاعنا سواء النادي الاهلي او منتخب مصر برضو ثنائي الدفاع الحقيقة علي جبر واحمد حجازي اللي كانوا صمام امان امام يعني محمد الشناوي اللي هو كمان برضو لازم يتقال انه شال اكتر من فرصة في شوط المباراة التاني ودافع عن عرين المنتخب بكل قوة حتى بعد نزول زيزو وكوكا وطاهر واسامة جلال ظل الفريق على نفس الشكل المتناغم والمتوازن ما بين الدفاع والهجوم والحقيقة عمل زيزو اسست هيل جدا لصلاح لعيبها بشكل ممتاز مرت بجوار مرمى كورتوة برضو كان فيه هجمات الحقيقة حاجة حلوة جدا شوفناها في مصر وبلجيكا طيب احنا مطلوب بقى ايه مننا عشان يعني نكمل على كده ده مطلوب شوية حاجات اولا مطلوب منح كل الصلاحيات بدون تدخل في عمل الجهاز الفني بقيادة مستر فيتوريا مطلوب الالتزام بالتنظيم او بالنظام الكامل في جدوى الموعيد منشاط الدوري وعدم التأجيل الا في اضيق الحدود وفي الظروف القهرية فقط مطلوب توفير المناخ المناسب من مباريات وتجمعات لجهاز الفني وللعيبة بحسب امكانياتهم اللي يطلبوه يتعمل مستر فيتوريا الحقيقة يعني نقدر نقول ان هو الى حد كبير ادري برهن على انه عارف هو بيعمل ايه كويس وفرض شخصيته بشكل كامل على الفريق وعمل توليفه الحقيقة كويسة جدا ما بين اللاعبين من اعمار مختلفة ودي كانت برضو من عناصر القوة وافتكر اننا مع دخولنا ان شاء الله عام عشرين تلاتة وعشرين وكأس الامم الافريقية اللي جاية اكيد ان شاء الله هنكون من اوائل المرشحين لهذا اللقب باذن الله نرجع ونقول مليون مبروك لمصر شكرا للعيبة المنتخب شكرا لصلاح ومبروك طبعا الفوز بجائزة افضل لعب في العالم في استفتاء جلوب صاكر شكرا ميستر بيتوريا وطبعا لازم نشكر جماهير كرة القدم المصرية اللي حضرت المباراة في الكويت والحياة وعملت صورة حضرية وفنية حاجة ولا اروع من كده المشجع المصري دي ليه خصوصية شديدة جدا وعنده خفة يعني دم وعنده سرعة رد فعلي وسرعة بديها لا السمات المصريين بشكل عام بطبيعة الحال بتتجلى بقى في المدرجات ويا سلام لما تكون المدرجات دي احنا عادين فيها عشان نحتر كمان لقاء للمتخب هنا بقى كل معاني الوطنية بتتجلى فعلا في هذه اللحظات لدرجة ان احنا في اوقات كتيرة مبنفتكرش احنا الى اي درجة بنحب البلد دي غير واحنا بنتابع ماتش للمنتخب مصر فالحقيقة يعني ان شاء الله اللي جاي يكون احسن بالنسبة للمنتخب